السلام عليكم وأهلاً فيكم في قناة شادي تيوب هذا الفيديو رح نتعمق في تحديث ويندوز 11 الجديد 24 H2 في حلقة اليوم رح نغطي أهم الميزات التحسينات والإصلاحات اللي بجلبها هذا التحديث وفي نهاية الفيديو رح نتناقش إذا فعلاً بستاهل إنك تثبت الآن أو تنتظر شوي إذا حاب تعرف كل التفاصيل التقنية بدون حشو خليك معي ولا تنسى اللايك والاشتراك وفعل جرس التنبيهات خلينا أول شي نبدأ بالميزات الجديدة الميز الأولى أيقونات أصغر تلقائياً في شريط المهام في الإصدارات القديمة إذا فتحت برامج كثيرة كنت تشوف إنه أيقونات شريط المهام بتروح بعرض السهم صح؟ الآن في خيار اسمه Show Smaller Taskbar Buttons من خلال Setting Taskbar Behaviors هذا الخيار بيعمل على تصغير الأيقونات لما تمتلئ تلقائياً أو تقدر تخليها ثابتة إذا حبيت التحسين الثاني خيار ضغط الملفات قبل المشاركة من خلال واجهة Windows Share صار بإمكانك تختار مستوى الضغط عالي متوسط منخفض أصلي وتشوف معايني للحجم قبل ما ترسله هذا الخيار مثالي لو بدك ترسل صور أو ملفات كبيرة الميز الثالثة Screen Curtain من خلال Narrative أو الراوي الآن بتقدر تفعل Screen Curtain وتخلي الشاشة سوداء بالكامل لما خاصية narrator يقرأ طريقة تشغيلها من خلال Control زائد Caps Lock زائد C الميز الرابعة تحكم أوسع في المتصفح الافتراضي وهذا الخيار لهواتف الاتحاد الأوروبي في دول الاتحاد الأوروبي صار النظام يتيح لك تغير المتصفح الافتراضي لفتح ملفات HTML أو PDF بسهولة والمتصفح بثبت تلقائياً على شريط المهام تقدر تمنع التثبيت لو عندك مانع خصوصية الميز الخامسة تجربة مشاركة PC to PC عشان تنقل الملفات والإعدادات بين جهازين بسهولة في تحديث Windows 11 الجديد بدأت تظهر ميزة داخل تطبيق Windows Backup بتساعدك تنقل ملفاتك وإعداداتك من جهاز الكمبيوتر القديم للكمبيوتر الجديد بدون الحاجة لأسلاك الميزة بتعتمد على مشاركة الملفات والإعدادات لاسلكياً واي فاي أو بلوتوث استخدام كود أمام بسيط بين الجهازين لتأكيد العملية وتأمينها الميزة حالياً في مرحلة تجربية أو أولية يعني لسه مش كاملة لكن مستقبلاً راح تسهل عليك الانتقال بين أجهزة Windows بشكل كبير بدون تعب أو نسخ الملفات أو إعادة ضبط الإعدادات يدوياً الميزة السادسة تحسينات عامة بالوصول وواجهة النظام الرمز تحت التطبيقات المفتوحة في شريط المهام صار أكبر وأوضح يعني لما يكون عندك برامج أو نوافذ مفتوحة العلامة أو النقطة اللي بتوضح أن البرنامج تشغال بتكون أكبر وأسهل أنك تميزها تم إضافة وصف صوتي لأدوات الإعدادات السريعة Quick Settings وهذا بساعد الأشخاص اللي بيستخدموا برامج قراءة الشاشة زي Screen Reader أو التحكم الصوتي Voice Access لأنهم يسمعوا وصف واضح لكل زر أو خيار بدل ما يشوفوه فقط ميزة Voice Access صار بإمكانها إضافة كلمات مخصصة بتناسب لغتك وطريقة كلامك يعني إذا أنت بتستخدم التحكم الصوتي بتقدر تضيف كلمات خاصة أو أسماء تناسبك بحيث يفهمها النظام بسهولة ويتحكم فيها بشكل أدق ننتقل للجزء الثاني التحسينات والإصلاحات الميزة الأولى تحسين أداء التخزين Storage Space Direct في هذا التحديث تم إصلاح مشكلة كانت تسبب تجمد أو تعليق النظام أثناء استخدام ميز اسمها SDDC هذه الميزة تستخدم لإدارة التخزين بشكل متقدم خاصة في الشركات أو عند استخدام أكثر من قرص التخزين مع بعض بفضل هذا الإصلاح صار جهاز الكمبيوتر يشتغل بشكل أكثر استقرار وبدون توقفات حتى لما تكون بتنفذ مهام كبيرة وثقيلة على التخزين ميزة تنظيف تلقائي لحزم اللغات الغير مستخدمة قبل هيك كانت الحزم تظل موجودة حتى لو ما بتستخدمها وهذا بيسبب بطء بالتحديث وسعة مهدورة على الفاضي الآن من خلال التحديث الجديد صار يشيل الحزم هاي تلقائيا ميزة تجديد شهادات ويندوز هلو فور بيونسس تلقائيا في الأول كان في مشكلة تمنع تجديد الشهادات المنتهية خصوصا في المؤسسات ميزة تسريع ويندوز سيرتش التحديث الحالي أضاف إصلاح تأخير البحث اللي كان بوصل عشر ثوانية وأكثر بالإضافة بأنه تم تمكين الكتاب الكاملة داخل شريط البحث ميزة تحسين استقرار Copilot Key تم إصلاح مشكلة كانت تمنع إعادة تشغيل Copilot بعد الضغط على الزر لتكون أكثر موثوقية ميزة تسريع استخراج الملفات المضغوطة من نوع ZIP أو RAR في هذا التحديث تم تحسين سرعة استخراج الملفات المضغوطة باستخدام File Explorer خصوصا لما تتعامل مع عدد كبير من الملفات دفعة واحدة ومن خلالها السرعة زادت بنسبة حوالي 15% مقارنة بالسابق وهذا بساعد كثير إذا كنت بتفك ضغط مجلدات كبيرة أو أرشيفات فيها مئات الملفات إصلاح مشكلة Alt و Tab خلال الإلعاب في السابق بعض المستخدمين كان يواجهوا مشكلة لما يضغطوا على Alt و Tab أثناء اللعب مثل تجمد اللعبة أو بطء في الاستجابة الآن بعد التحديث صار التبديل بين اللعبة وسطح المكتب أسرع وأكثر سلاسة وتم إصلاح المشاكل اللي كانت تسبب توقف اللعبة أو تغير دقة الشاشة الآن بننتقل للجزء اللي بتتساءلوا عنه المشاكل اللي بواجهها التحديث المشكلة الأولى مشكلة في عرض الخطوط الأسيوية CJK عند DPI منخفض بعض المستخدمين اللي بيستخدموا لغات مثل الصينية أو اليابانية أو الكورية لاحظوا أن الخط بظهر بشكل ضبابي أو غير واضح خصوصا في المتصفحات زي كروم أو إدج هذه المشكلة بتظهر غالبا لما يكون إعداد DPI يساوي 96% الحل المؤقت أنك ترفع إلى 125% أو 150% من خلال إعدادات العرض المشكلة الثانية رسائل خطأ غير ضارة في Event Viewer بسبب جدار الحماية بعد تثبيت التحديث ممكن تلاحظ ظهور رسائل خطأ في Event Viewer برقم الحدث 2042 بعنوان Configured Field لا تقلق لأن مايكروسوفت أكدت أن هذه الرسالة ما بتأثر على النظام وهي ناتجة عن تغييرات في مكونات الحماية وظهورها عبارة عن معلومات بدون أي ضرر فعلي مشكلة البطء أو التجمد من المؤقت في بعض الأجهزة ظهر في عدد محدود من الحالات أن بعض المستخدمين لاحظوا آداء الجهاز صار أبطأ أو في تجمد خصوصا بعد تشغيل الألعاب أو استخدام برامج تقيلة مايكروسوفت لغاية الآن ما اعترفت رسميا بالمشكلة لكن في تقارير متعددة بتشير إنها ظهرت بعد التحديث فلو أجهت بطء ملحوظ ممكن تنتظر تحديث تصحيحي قادم وفي ختام الحلقة السؤال المنتظر هل تنصب التحديث ولا تستنى شوي؟ إذا كنت بتدور على أداء أفضل في التخزين وبسرعة أعلى في البحث واستخدام الميزات الجديدة مثل الضغط عند المشاركة وأيقونات شريط المهام الأصغر زائد تفعيل سكرين كورتين أو تستخدم فويس أكسس فالأكيد إنك ترقي النظام الآن أما إذا كنت تستخدم لغات CGK على DPI منخفض 96% أو بتعتمد على الألعاب اللي بتتحسس من الألتو تاب فأنصح إنك تنتظر التحديثات القادمة اللي رح تعالجها المشاكل وعلى جميع الأحوال انتظر لما التحديث الرسمي ينزل وبهيك بيكون أفضل إشيي وبهيك بنكون غطينا كل شيء بتعلق بتحديث ويندوز 11 24 H2 إذا عجبكم الشرح لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة حط رأيك بالتعليقات عن التحديث وإذا جربت شارك تجربتك بشوفكم بحلقة جديدة إن شاء الله في أمان الله